اشتركوا في القناة الاهمية على علاج هذه خلت نظريات تبنت عليها نقدرون نقولوا باللي من اهمها ولا من اشهرها ولا على الاقل في الموضوع تعنا احنا يا هذا التغيير من اكثرها فائدة اللي نحن بو دير هي نظرية اسمها the five wise theory ولا la theory des cinq pourquoi نقدرون نسميه احنا يا نظرية الليماذات الخمسة وش تقول لك هاد النظرية تقول لك بيش تحكم راس الخيط بيش تدخل للعمق بيش تعرف الدافع تاع الصح والله في مشكل معين بيش تعرف السبب تاع الصح اسأل علاش خمس مرات على الاقل علاش رك حاب تبدل الاسبيسياليتة الفلانية والله علاش رك حاب تبدل الحاجة الفلانية في حياتك والله يقول لك باسك كذا تقول له صح هالكذا وكذا هاده علاش ينسي تسويت تقعد تهبط علاش 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 كل مرة يعطيك ايجابة اكثر صراحة كل مرة يزيد ينحي الزاغم اللي يرون مديرهم كل مرة يزيد ينحي العزيستانس والمقاومة هادي دونك الاجابة تعد صادقة صح وعميقة صح تقدر تجبد منها راس الخيط المحرك الحقيقي اللي يرون خليه يتحرك في هاد الاتجاه والله في هاد الاتجاه بساح شنو يقول لك باللي منيموم دو خمس مرات يقدر يوصلك لدرجة معينة من العمق اللي تقدر صح تشد فيها راس الخيط ولكن كين حاجة لازم تتريق لا والله تتريق لا في هاده كالبلاسة المترجم ل 등ي يبرغ بشيط علبي مقاطع رائعون على أخذ العام يقول رائعون على الأخذ يقولون على أخذ ما يتحدث لأنهم يكونوا يكسبوا أن أخذ الأطاع المترجم وإمكانهم متمت بأسطاق لك وإنمكانهم خلاله وإنهم تحققات الوصولة وإنهم من الأشخذ فوراقيا يوجد هناك ومنظر لذلك يؤخذ الفيط فل زال وقتما يؤخذ بالض agreبط كان لديه أشخاص بأنه بالأخير أصبحت الأخبيب لأخبار حماية أو بعض الصعب لأخبار الشيء لا أخبار سؤال لا لأقبار حماية جانب الأخب لأخبار مرحبا أصبحت أصبحت الأشخاص ببعض وأشخاص بها ويحصة لكن لأخبار المصيدة أو المسيدة أو المسيدة انتظارятся لاحقيا انتظارها 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 وراثن الiend وفرحة ت Lis ورغضة انتظارها لاحقا لاحقا طريق عليها تحدي ثم يوجد الناس ويوجد الناس ويوجد الناس يقول لك يبدل هو هذا البنادم أو يبدل في حاجة أو يحويش في حياته بس صح نتكي تستطيع تقول له علاش؟ هركت تبدل والله ما على بالي تعاون سواء المجموعة هادي أو المجموعة هادي تخلينا صح نشدوا رأس الخيط نعرفوا الدافع الحقيقي نعرفوا السبب الحقيقي السبب الحقيقي لعدم التغيير ولا الدافع الحقيقي في التغيير تفهم ركت تبدل علاجة الروح ولا علاجة للناس تفهم أسك صح مكش محتاج تغيير ولا ركبرك خايف أهم حاجة نكونوا صراحة مع نفسنا كونوا صراحة مع نفسنا لازم نروحوا للعبق وذي فايف وايس ثيوري هادي سي بارمي لازوتي اللي خليونا صح نوصلوا للعبق بيش صح نشدوا رأس الخيط ونعرفوا السبب الحقيقي كما نقولوا لكن رأنا صح في الطريق الصحيحة ولا محتاجين من الرقلية والقبلة بيش نعرفوا نكملوا في الطريق الإيجابية في الطريق الصحيحة تعنا تعتغي هذا ترجمة نانسي قنقر شكرا